اشتركوا في القناة ستجمع المواجهة الرئيسية المقاتلة البرازيلي وليامة ونظيرها الفرنسي فرانسيس هذا وقد حضر في الندوى الطاقم التحكيمية الذي سيشرف على إدارة مواجهتها التصفيات تم خلالها التعرف على اللوائح وأنظمة المشاركة الدولية في رياضة الفنون القتالية المختلطة اختتمت فعاليات بطولة المرحوم إياد حمزة المفتوحة الثالثة لكرة الطاولة والتي قيمت تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ حياتة بنت عبدالعزيز الخليفة وذلك على ملعب الصالة الرياضية التابعة للاتحاد البحريني لكرة الطاولة في مدينة عيسى الرياضية فقد توجى اللاعب أنور ماكي من نادي سار بلقب بطولة فئة العموم والشباب بعد تغلبه على لاعب نادي البحرين إلياس الياسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين فيما نجح لاعب سار سيد حسين محمود في خطف لقب فئة الناشئين والأشبال بعد فوز على زميلة اللاعب محمود محمد بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل بدأ منتخب الوطني الأول لكرة القدم تجمعه الأول في عهد مدربية الجديدة الأرجنتيني سيرخو باتيستا في أول خطوات إعداده لخوض التصفية المشتركة لتصفية كأسي العالم وكأسي أمم آسيا القادمتين والتي ستبدأ بلقاء المنتخب الفلبينية يوم الحادي عشر من شهر يونيو المقبل وشهد التدريب الأول لمنتخبنا الوطني حضور جميع اللاعبين المحليين المختارين ومخمسة وعشرون لاعبا بالإضافة إلى اللاعبين جمال راشد وعبدالله الزايد الذين تم استدعائهما يوم أمس بدلين عن اللاعبين إسماعيل عبداللطيف وإبراهيم لعبيدلي بداعي الإصابة كما اقتصر الغياب على اللاعب المحترف فوز عايشة العثريقية السيلية القطرية والذي سيلتحق بمنتخبنا الوطني في معسكر تايلند يوم السادس من يونيو القادم فزى منتخبنا الوطني لكرة القدم للسيدات على نظري القرقزستاني بهدف دون مقابل في المباراة الدولية الودية التي جمعت بين الفريقين على ستادي النادي الاهلي وذلك ضمن استعدادة منتخبنا للاستحقاقات القادمة هدف المباراة الوحيدة جاء بإمضاء اللاعب ريم الهاشمي مع انطلاقة الشوطي الأول لتحقق بذلك سيداته الأحمر فوزهن الثاني على التوالي على نظره القرقزستانية في غضو يومين فقط ترجمة نانسي قنقر